مرحبا بكم مشاهدين الكرام في النشطة الجوية قدمها لكم من قناة الإخبارية الأولى في الجزائر الحال شباب ومستقر هذا على كامل الولايات الشمالية حتى المناطق الجنوبية للوطن نبدأ ونشطنا الجوية بصورة القمر الاستناعي توضحنا السحب على المناطق الشمالية حتى على أقصى الصحراء ومرتفعات الهجار والتسلي حركة الرياح المرتقبة الغدوة إن شاء الله الرياح ستبقى دائما ضعيفة على كل مناطق الشمالية ما تتعدى سرعتها 25 كم في الساعة لكن الرياح ستكون قوية على المناطق الجنوبية تلحقل حوالي 50 كم في الساعة المرة الوضعية الجوية المتوقعة لصباحة 2 إن شاء الله التقس سيكون مستقر مشمس على كامل المناطق الشمالية مع تشكر الصحب سفل وضباب هذا على كامل السواحل حتى المناطق القريبة من السواحل بالجنوب التقس سيكون مشمس إلى قليل الصحب والتحراء والوحات وصولا للجنوب الشرقي لكن سيبقى التقس مستقر ومشمس على باقي المناطق الجنوبية مع زوابة عملية تبقى تنشط محليا درجات الحرارة خلال غدوة إن شاء الله مع الصباح تبقى دايما منخفضة على كامل ولايات بلادنا سجلوا حوالي درجتين فقط على بشار وغرداي حتى إليزي وجانات 6 درجات على أدرار 8 درجات على 20 دفوعين سجلوا حوالي 10 درجات على عين قزام 6 درجات على وهران والجزائر العاصمة 3 درجات تحت السفر على البيض نعامح تمشيرية درجتين تحت السفر على التيارة والجلفة حتى الصيف قسنطينة وبتنة ودرجتين على منطقة تأتي ديوزو في ظاهرة 2 إن شاء الله تقصح يكون مستقر حل شباب هذا على كامل المناطق الغربية حتى على المناطق الوسطى والمناطق الشرقية بالجنوب سحب راح تكون بدون فعالية على بشار حتى على الجنوب الشرقي لكن يبقى التقسم الشميس على العموم بباقي المناطق الجنوبية مع الزوابة الرملية تبقى تنشط على الجنوب الغربي حتى على الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب الجزائري درجات الحرارة غدوة خلال الظاهرة راح تلحق إلى حوالي 20 درجة على عين صلاح وأدرار نسجلوا 16 درجة على تين دوفو بشر 18 درجة على إليزي وجانات 23 درجة بعين قزام 20 درجة على وهران وتلمسان 17 درجة على الجزائر العاصمة 14 درجة على تيارة والجلفة حوالي 12 درجة على تيارة ساقح أو أقول حوالي 12 درجة على سطيف قسنطينا وبتنا 16 درجة على عنابة حتى على بجاية جيجل سكيكدا وقلمة و12 درجة على البيض نعامة ومنطقة مشرية حالة البحر الاثنين إن شاء الله البحر سيكون شباب على كل السواحل الغربية رياح ستكون شرقية لشمالية شرقية تتراوح سرعاتها ما بين 15 حتى 25 كم في الساعة على السواحل الوسطى غضوة إن شاء الله البحر كذلك سيكون شباب رياح ستكون مختلفة الاتجاه تتراوح سرعاتها ما بين 10 حتى 20 كم في الساعة لكن على السواحل الشرقية البحر سيكون شوية مهولة الرياح ستكون غربية إلى الشمالية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 حتى 30 كم في الساعة اتجاه الأمواج سيكون شرقي إلى الشمالي شرقي علو الأمواج حوالي متر على السواحل الغربية والوسطى وممكن يتعدى الميتر على السواحل الشرقية الرؤية ستكون رديئة خلال الصباحات وما تتحسن التدريجيا قبل أن نختم نشطنا الجوية نتوجه بكم اليوم لولاية برج بوري ريج التقس بياه خلال الأيام القليلة القادمة سيكون تقس مستقر ومشمس على العموم على درجات حرار الدنيا ستبقى دايما منخفضة تتراوح من بين درجة حتى درجتين خلال الصباحة وتلحق لربعتاش درجة خلال الظاهرة ريح فيها توصل حوالي 35 كم في الساعة والرطوبة رح تكون حوالي 65% نختم نشطنا الجوية بالمعلومات الفلكية لشرق وغروب الشمس بالجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن مشاهدين الكرام كانت هذه توقعتنا لحوال التقس اليوم الاثنين والله أعلم شكركم على المتابعة في يمن الله